هجوم بالمسيرات السادف قاعدة للقوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية فاقم الوضع المتأزم أصلاً في منطقة الشرق الأوسط لا سيما أنها المرة الأولى التي يقتل ويصاب فيها 37 عسكرياً أمريكياً منذ بدا الحرب في قطاع غزة الهجوم جاء في توقيت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن السعي إلى ولاية ثانية والذي توعدت إدارته أكثر من مرة بالرد على الهجمات التي تسادف قواتها في الشرق الأوسط لا سيما في العراق وسوريا فرصة سغلها منافسه الجمهوري دونالد ترامب الذي انتقد بايدن وصف نياب الضعيف بسبب اعتماده أسلوباً متراخياً مع تهران مسؤولون أمريكيون من بينهم السيناتور الجمهوري توم كوتون شددوا على أن الولايات المتحدة يجب أن ترود عبر انتقام عسكري مدمر ضد القوات الإيرانية سوى في تهران أو في الشرق الأوسط في الوقت الذي وجهت فيه الإدارة الأمريكية اتهاماً صريحاً للميليشيات المدعومة من تهران بالضلوع في الهجوم متواعدة بالرد في ظل التأكيد مراقبين أن أمام الإدارة الأمريكية ثلاثة خيارات للرد أولها ضرب ميليشيات المسلحة موالية لإيران بشكل موجع وثانيها ضرب قواعد إيرانية في سوريا وثالثها استهداف مواقع في الداخل الإيراني وبينما سارعت إيران إلى نفي ضلوعها في الهجوم تبدو إدارة بايدن في موقف يدفعها إلى رد قوي لأسيما بعد تصاعد مطالبات النواب الجمهورين برد قاس يضاف إلى سلسلة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية مؤخراً على مواقع الميليشيات ليبقى الكل مترقباً لحجم ردة الفعل الأمريكية وتوقيتها في تصعيد جديد على ما يبدو ستشهده المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة